السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من حلقات هيلس لايف و زي ما عودناكم في كل حلقة هنتكلم عن موضوع مهم جدا النهاردة هنتكلم عن اهم الاطعمة اللي ممكن تسبب انخفاض في مستوى الطاقة عندنا و تخلينا نشعر بالتعب والارهاق بعد تناولها بفترة قصيرة طبعا فيه اطعمة كتير بتتأثر على صحتنا بصورة كبيرة فيه اطعمة بتساعد على رفع مستوى نشاط الجسم وفيه اطعمة بتسبب عن انخفاض مستوى الطاقة والنشاط في الجسم و دي طبعا لازم نقلل منها بقدر المستطاع فلو انت كنت بتشعر بالخمول او الكسل او التعب او الارهاق وانخفاض في مستوى الطاقة عندك ممكن تكون الاطعمة دي هي المسؤولة عن الموضوع ده عشان كده لازم نعيد النظر في تناولها ونتجنبها بقدر المستطاع ونحد من استهلكها من اهم الاطعمة دي حبوب الافطار طبعا كتير مننا بيعتقد ان حبوب الافطار هي الافضل للكبار والصغيرين وبيعتمدوا عليها اعتماد اساسي في وجبة الفطار لكن مش كل حبوب الفطار مثالية عشان تبدأ يومك بيها و ده الاسباب كتير منها انها بتحتوي على كمية كبيرة من السكر ممكن تضر صحتنا بشكل كبير و بيرفع مستوى سكر الدم في وقت قصية عشان كده لازم نختار الحبوب والانواع الصحية من حبوب الافطار اللي تبقى قليلة في السكر مثل الشفان والجنرونلا وكمان حبوب الامح تاني حاجة معانا مشروبات الطاقة طبعا في اعتقاد خاطئ ان مشروبات الطاقة دي من الحاجات اللي بتساعد على تجديد الحيوية والنشاط اليومي وكمان بتملك الجسم بالكفايين والسكر اللي الفرد بيشعر بعدها بنشاط وطاقة كبيرة لفترة قصيرة وبعدها بتنخفض نسبة السكر في الدم اقل من قبل تناولها وبالتالي طبعا بنحس بالتعب والارهاق وقلة النشاط بعد تناولها بفترة قصيرة تالت حاجة معانا الخبز الابيض طبعا لازم نتجنب الخبز المصنوع من الدقيق الابيض بجميع انواع ونستبدله بالخبز المصنوع من الدقيق الاسمر او الخبز البلدي المعتاد اللي احنا متعودين عليه لان طبعا الكربوهايدرات في الخبز الابيض بترفع نسبة السكر في الدم وطبعا بتبتدي تنخفض بعدها بسرعة كبيرة اما الخبز الاسمر بياخد وقت طويل لامتصاصه وبيحافظ على نشاط الجسم الفترة اطوض نيجي بقى للاطعمة المقلية ودي تعتبر الاطعمة البطيئة في الهضم وبتحتاج الاطعمة المقلية والمشبعة بالدهون لفترة طويلة عشان نقدر يهدمها الجسم بشكل كويس وده بيخلي الجسم بيحتاج لعمل مجهود كبير عشان ينقل الدم من الاطراف لأعضاء الجسم وطبعا ده بيخفض طاقة الجسم لمدة 6-8 ساعة وده طبعا بينطبق على جميع الاطعمة بطيئة الهضم وخاصة الاطعمة اللي بتحتوي على الدهون الضارة واللي بتستهلك طاقة الجسم أثناء هضمها بدل من تحويلها للطاقة نقدر نستفيد منها خامس حاجة معانا المشروبات الغنية بالكفايين طبعا تناول الكفايين والمنبهات مفيد جدا للجسم إذا تناولناها باعتدال زي القهوة والشاي وجميع المنبهات اللي احنا عارفنا وبيدي الجسم الطاقة اللي بيحتاجها لكن إذا اعتمدنا على الكفايين للحصول على الطاقة بصورة خاطئة وخاصة قبل النوم ده بيدر الجسم جدا خامس حاجة معانا الأغذية منخفضة السعرات الحارية طبعا لو قللنا سعراتنا أقل من اللازم عن طريق تناول سعرات حارية منخفضة أقل من احتياج الجسم ده بيد الدماغ إشارة بالحرمان والجوع وطبعا ده بيبطأ عملية الإيد والطاقة في الجسم ويخلينا نشعر بالخمول والتعب والإرهاق عشان كده لازم نتناول كمية مناسبة من الطعام على فترات منتظمة وعدم إهمال الوجبات الرئيسية والأساسية وما نخليش الجسم يحس بالجوع لفترة طويلة وبشكل كبير ويدخل في الحرمان سادس حاجة معانا والأخيرة الأطعمة المنخفضة للحديد طبعا الحديد زي ما انتوا عارفين مهم جدا في تحويل السعرات الحارية اللي بنتناولها ويستدمد ده الجسم من الغذاء إلى طاقة فلو نقصنا نسبة الحديد في نظامنا الغذائي هيقل مستوى الطاقة في الجسم ويزيد الشعور بالتعب والإرهاق عشان كده لازم نتناول الأخذية تكون غنية بالحديد زي الخضروات الورقية والمكسرات والكبدة والأسماك والمأكلات البحرية والفواكه المجففة وكمان الشوكولاتة الضرك أتمنى المعلومات اللي أنا قلتها تكون مفيدة ليكم هاستنى تعليقاتكم واقترحتكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة